إخواني أخواتي مرحبا بكم في الفيديو رقم 5 من دورات C++ في هذا الفيديو وكما يعني فهمنا من الفيديو الآخر سوف نشرح أشياء أخرى يمكنك القيام بها من خلال المتغيرات طبعا في هذا الفيديو أول شيء سنفهم هو التعاليق تاني شيء سنفهم هو طريقة إعطاء قيمة تابتة لمتغير ما معنى هذا سوف نشرحه الآن طبعا لنكتب مثلا برنامج بسيط مثلا int عفوا نكتب مثلا int ونسميه مثلا my number بهذا الشكل ثم نعطيه my number نسميه مثلا أعطيت لنفسي رقم 100 ثم نأتي ونأخذ مثلا float ونعطيه مثلا نسميه مثلا my يعني my height يعني الطول الخاص بي أو my يعني بهذا الشكل ثم نسميه مثلا أنا في مثلا 5.7 ثم نأتي هنا ونكتب مثلا string ما هو اسمي my name my name is James Bond أوكي my name هنا إذن حسن جدا ثم سنأكتب مثلا زهير بهذا الشكل حسن جدا إذن الآن أخذنا يعني ثلاث متغيرات أعطينا لكل متغير يعني القيمة وفي كل شيء يعني يشتغل على أحسن وجه طبعا لنفترض مثلا أريد تغيير int my number إذا جئت هنا وقمت يعني باختيار مثلا مرة أخرى int هنا وأعطيتها القيمة مثلا 200 نجرب ماذا سيحصل سأقوم بتبعات see out ثم نقوم بتبعات ماذا يوجد داخل my number عفوا سنقوم بتبعات ماذا يوجد داخل my number my number أوكي ثم نقوم بـ end line حسن جدا ثم نشاهد ماذا سيحصل نجرب يعني لما لا نقوم بتغيير القيمة هنا ونشاهد ماذا سيحصل حسن جدا يعني قام بإعطائنا 200 لماذا لماذا قام بتغييرها إلى 200 مع أننا قلنا هنا أنها 100 لأننا جئنا هنا وقمنا بكتابة 200 لنفتحض مثلا طبعنا هنا أخذنا هذه الطباعة وقمنا بطباعة قبل يعني أن نقوم بإعطائها قيمة أخرى يعني سنشاهد الآن ماذا سيحصل سنشاهد ماذا سيحصل أعطانا 100 و 200 لماذا لأننا هنا قمنا بيعني الاتصال بدالة my number أو قمنا يعني بإحضار طباعة my number ليس الدلة عفوا المتغير my number قمنا بطبعته أولا فكانت قيمته أولا هي 100 ثم جئنا وقمنا بتغييره هنا وأصبحت يعني قيمته 200 وهذا يعني في بعض أحيان خطير جدا لماذا في بعض أحيان تريد تصميم برنامج يعني بقيمة معينة لا تتغير لنفترض مثلا تقوم بتصميم برنامج عن الصلاوات مثلا برنامج يقوم بحساب كم صلاة في اليوم ويعطيك مثلا كم من الأجر على حسب يعني البحوت وإلى آخره وعلى حسب السنة إلى آخره أنت لا تريد يعني أن يأتي شخص آخر أو أن تقوم أنت يعني بالخطأ بتغيير يعني الصلاوات من 5 صلاوات باليوم إلى 7 أو إلى 8 مثلا نفترض نأخذ متغير هنا نسمي int ونسمي مثلا صلاوات صلاوات 5 يعني صلاوات ونعطيه 5 يعني لدينا 5 صلاوات في اليوم الآن تأتي إلى هنا وتكتب مثلا عن طريق الخطأ يعني نقوم بطبع صلاوات صلاوات يعني ونقوم بطبع صلاوات هنا يعني نحن فقط يعني سنفرش أكثر من قول يعني 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 إذن قلنا سوف نقوم بطبع الصلاوات هنا سنجرب عفوال أنا أكتب يعني بطء شديد حتى تتضح لكم الفكرة هنا نكتب 10 يعني عن طريق الخطأ أنا قمت بتغيير صلاوات إلى 10 طبعا هو سيقوم بتعيير تلك الصلاوات في الأول ستكون 5 وفي الثاني ستصفح 10 وهذا يعني غير معقول الصلاوات هي 5 تابتة لن تتغير يعني يعود النوافيل إلى آخره يمكنك أن تقوم بأي شيء أخر ولكن نحن لدينا خمس صلاوات كيف نقوم بإعطاء قيمة تابتة هنا سنأتي ونضع كلمة const ماذا تعني const يعني constant يعني لا يتغير أبدا حتى لو قمت بتغيير عن طريق الخطأ قم بإعطاء خطأ يعني أنني لا يمكن تغييره لنجرب الآن طبعا انظروا ماذا حصل قال لي أن الصلاوات هي تابتة إذا لاحظتم هنا قال لي assignment of read only variable صلاوات يعني read only لا يمكنك تغييرها هي فقط للقراءة يعني لا يمكنك تغييرها بتاتا وهذه الكون مفيدة جدا يعني constant يعني ثم أقوم بتبعاتي الآن عندما لم أقوم بتغيير القيمة حسن جدا قال لي أنني طبعة خمسة لأنني لم أحاول تغييرها أما إذا كنت أحاول تغيير height مثلا فيمكنني تغييرها يعني يمكنني وضع height تساوي لأن الطول الخاص بي يمكن أن يتغير يمكن أن أصبح أقصر يمكن أن أصبح أطول أنا في بعض أحيان أصبح أطول لأن أكل كثير من الحليب أشرب كثير من الحليب عفوا ولا أكل إذن سنقوم بطبعة عفوا حتى يكون في طاولة سأقوم بطبعة سأقوم بطبعة my height see out هنا my height حسن جدا سنشاهد إذا كنا سنستطيع تغييرها أم لا إذن سنجرب الآن وسنشاهد طبعا لي في الأول الصلوات خمسة يعني خمس صلوات وطبعا لي 6.7 هنا لأنني لم أضع const في my height والmy height يعني يمكن أن تتغير يعني الطول الخاص بي يمكن أن يتغير أم الصلوات فلا يمكن أن تتغير الآن سنأتي وسأقول كيف يمكنني أن نعرف أن هذه const تعني الصلوات سنأتي فوقها ونضع تعليق قلنا أننا في هذا الفيديو سنتعلم التعليق التعليق نكتبه دائما بوضع forward slash يعني هذه العلامة وهي موجودة عندكم في لوحة مفاتيح ثم نكتب constant صلوات أو يمكننا أن نكتب don't change يعني لن تتغير الصلوات والآن سأفهمه الآن هذا التعليق لا يشتغل في البرنامج عندما تضع هذه العلامة فأنت تقول للبرنامج قم بتجاوز هذه الكلمة لا تقم بشغلك كيف نقوله المغربية ليست شغلك أنت فقط إنساء كما تشاهد فهو لم يقم بطبعات هذه الجملة وهناك طريقة أخرى مثلا كنت تريد كتابة أكثر من تعليق فيمكنك أن تقوم بوضع هذه العلامة الأخرى ولكن هذه العلامة ستقوم يعني بوضع جميع الأشياء هنا على أسل أنها تعليق كما تشاهد هنا سيكون خطأ ربما دعونا نقوم بالطبع كما تشاهد لأنني وضعت هذه العلامة يجب أن أقوم بإنهائها هنا بهذه الطريقة وعندما تضع هذه العلامة هنا وهذه العلامة هنا قد يشتغل البرنامج الآن لأن كل هذه الأشياء هنا أصبحت تعليق ولن يقوم بطباعة أي شيء كما تشاهدون لأننا قمنا بتحويل هذه الجملة إلى التعليق أما إذا قمنا بحذف هذه الكلمة هنا وهذه الكلمة هنا فسيعود كما كان إلى لونه الأصلي وسيقوم بتباعة الأشياء التي قمنا بطباعتها إذن تعلمنا الـ constant وهي أنه متغير لا يتغير بتاتا وتعلمنا طريقة كتابة التعليق الآن سأضع لكم الامتحان في الفيديو القادم وأريد منكم أن تقوموا بالإجابة عليه داخل التعليق يعني في الفيديو القادم سيكون هناك امتحان في آخره يجب أن تشاهدوا الامتحان وتقوموا بالإجابة عليه في التعليق الخاصة باليوتوب إذن حتى لو أطل عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى